ميزة السياق الحالي للسياسة الخارجية المصرية أنه لا يسعى إلى الدور ولكن الدور المصري يستدعى يعني مصر لا تسعى إلى لعب أدوار من أجل دعاية أو بروباجندا لهذا الدور ولكن الدور المصري يتم استدعائه ورأينا الكثير من الأزمات نتذكر الأزمات الداخلية في لبنان والسعي المصري الحسيس لحلها نتذكر حضور مصر في طليعة الصفوف بعد كارثة مرفأ بيروت العمل المصري الدقوب لكي يستعيد العراق مرة أخرى دوره وفعلياته في منظومة العمل العربي المشترك دور مصري نفسه في إعادة بناء الجامعة العربية هذا الأمر له السياق والجامعة العربية كانت خلاص يعني كانت يعني كتب هذا الكلام يعني الجامعة العربية كانت دخلت في مرحلة متسريري يعني بدايات هذا العقد وبالتالي الدور المصري يعمل برؤية وحكمة والعلاقات المصرية السعودية أولا هي علاقات تتسم بخصوصية شديدة جدا لتداخل الكثير من العناصر لتداخل العنصر الشعبي لتداخل العنصر التاريخي لتداخل العنصر السياسي لتداخل العنصر الاستراتيجي وبالتالي دائما ما أقول على هذه العلاقات أنها علاقات الحتمية الاستراتيجية بأن العلاقات ما بين مصر والسعودية الدور المصري عندما يتعظم فهذا يأتي بالإجاب للمملكة العربية السعودية والعكس صحيح الدور السعودي عندما يتطور هذا يأتي أيضا بالإجاب لمصر والعكس صحيح يعني ليس من مصلحة مصر أبدا أن ترى المملكة العربية السعودية ضعيفة وليس من مصلحة السعودية أبدا أن ترى مصر يوما من الأيام ضعيفة